السلام لبنات ومرحبا بكم في قناة ام تاميم ان شاء الله كامل تكونوا ملاح وبخير وعلى خير انا الحمدلله في نعمة الوصفة اليوم هي وصفة الحساء الخضر يعني بلاك خانف خاش والفخوماج وقطعات على الجج يجي ما عندي ما نقول لكم على البنة ديالو نتمنى تجربوه وتخلو لي رايكم في التعليقات اول حاجة ادرت في القدرة تاعي حبة تعبصل كبيرة تقطع يعني عشوائي زوج حبة تاع زرودية زوج حبة تاع القرعاء وحبة يعني حجم متوسط تاع الباطاطا قطعة تاع لي زي سكالوف عندي الكرافس كرافس بزا في مد البنة في ليسوب وعندي تاني هذا كلبوكي تاع الزعيدرة مقليهم في شوية تاع الزيت حتي يدبالو تماما كما راكم تشوفو فيهم هنا من بعد ليزي بيس عندي سكنجبير وفلفل لكحل هذا ما كان لبنات يعني ما نكتر لها موالو وشوية تاع الملح بش مجينيش مجينش مسوسة عفوا نخليهم يتقلوا شوية من بعد نمرق بالكمية تعلمه على حسب الخضراء اديالي كي ما شتو هاد لاسوب تجي بزاف بزاف بنينا نصحكم تجربوها وسهلا ويعني ما فيهاش حاجة كبيرة وصحية او مانطن بعد ما طابت لي خليتها واحدة ساعة غربة هكك الطيب لي هديك المريقة تاني تختار شوية هنا يوش ندير لها نحيت هاداك البوكي تاع الزيترة ندرت لها حوالي خمسين قرام تاع الفخوماج يكون تاع يعني تاع الطيلاء هاداك الفرماج لباغ باغ انا استعملت وتاني حوالي فنجلت على خمف خش استعملت كريمة طازيجة تاع الظاهر جي بزاف بنينا في السوب مام في يعني تستعملوها دوزانة صالة سكري تجي روعة ننصحكم لي جامسيتها ولا تسييها ونميكسي كامل الكمية ديالي كي ما راكم تشوفو ميكسيتها وهنا كانت يعني لسوب تاعي وجدة تجي بنينا تجي روعة ما تديروها خاطرة بزاف ما تديروها خفيفة بزاف يعني عينكم ميزانكم هكا المبتدئات بش ياخدوا فكرة على طياب تاع الاسوب وهنا حطيتها في هاد الاسوبية غنا درتها نهار كانت عندي عرضة شاركت ديجا الروتين معاكم اجي ما عندي ما نقول لكم كامل عجبتهم وكامل كله وكامل هادو كله بول ديالهم كي ما شتو هنا هي هايليك النتيجة تاعها شهيدكم في الجنة ان شاء الله نتمنى تجربوها وتخلو لي رايكم في التعليقات ما بقالي غير نقول لكم تهلو في روحتيكم تلقاوا في وصفة جدد ولا روحة تلقاوا في روحتينا جدد ان شاء الله السلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة